اشتركوا في القناة بجهد دايما يسعى الى يكون عنده معلومات زاوج بين التربية وعلم النفس والسياسة والحياة الكشفية ووصل ليعتبر من اكتر الشخصيات تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن اكتر وصرني اني استضيف اليوم رئيس مركز الارتكاز الاعلامي الاستاذ سالم زهران اهلا وسهلا فيك بتحديدك نطرينا هيدا الحلقة معك وانا بحب هالمحطة واللي فيها ذكريات حلوة وبحب كل اللي فيها وبحب جمهورها ولهيك اللي الشرف انيكون مع حضرتك اهلا وسهلا فيك سؤال هيك بديهي بالاساس قبل ما فوت معك بمحاور سياسية كيف تحولت لتصير الشخصية اكثر جدلا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على المؤسسات والقنوات الاعلامية صعب الواحد يجرد حاله اذا بدك ويعمل وقف قدام ذاته بس كيف وصل سالم زهران يصير هاته؟ يعني كنا عم نحكي تحت الهوى دايما حوارات تحت الهوى يمكن بتكون عفوية اكثر انه الله هو اللي بيرسم الطريق وبيحط النهاية نحنا بس بنزود السرعة أو بنبطقها يعني بيكتب لك الله وبرسم لك صورتك بيبقى انتي عليك بس الوقت بلا ما تاخب معك شهر بتيخب معك جمعة بدل جمعة بعد ثلاثة انا ما بتعمد ان يكون مسير للجدل بالعكس يعني كل وقت بجرب الضبضب هيك باللبناني بترجع فجأة بتجي قصة خبرية حكاية يمكن طبع تنجر يمكن ارادة هلا عولة واقل كلنا من نجر بس لا مش انه جر انا ابن الموقف ابن اللحظة اوكي انا ما بعرف إيس بالميزان ومثل واطلع عدي هيدا الدور لانه كتار من اللي بيحضرهم على الشاشات فيهم يكونوا ممثلين وممثلين شاطرين انا عفوي طبيعي بشبه اللي قاعد بيته هلا عم بيشرب شاي وعم بيحضرنا هو وزيته بطلع خلقي بروع بعصي ببكي بضحك بضرب برد معاول تضرب على الهواء يعني لا يمكن يمكن شش مرة بس انه انا انسان طبيعي بس دور الكاميرا ببقى متل ما انا كنا بحلقة مع الكوتش غسان ساركيس عن منار الجمعة الماضية وحكيته عن الحرب خطيبته كانت معه وقالتلي هلا استغربت انه انت بتحكي تحت الهواء صوتك متل صوتك على الهواء قلتلي هيدا انا يعني انا عن جد معوّد كون هي العصوين انا معوّد متل ما انا برات الهواء هو زيته اللي على الهواء زيت طبقة الصوت وزيت اللغة وزيت اسلوب التعبير ما بتستخدم ما بتستخدم خبرتك بعلم النفس لتأثير زيادة لا ما هي بتصير بلد انجي يعني منو فيد الواحد ما هو بيعيّق لها في شخصيتك يعني يعني مثل انو بيشوف الواحد بعينه بيلمس بيداه بيستعملن هول التقنيات بدون ما يحس بدون ما ينتبه بدون ما يخطط قد يخط من وقتك شغلك؟ ما هو شغلنا انت حضرتك بنت المهني يعني بين هون وبين الإذاعة وتصير شغلنا جزء من حياتنا يعني نحنا كيف منأكل كيف منشرب إعلام الإعلام مش أنه دوام منشرب إعلام وأخبار الإعلام مش دوامة ماني للتنتاج صحية لا ومدوم مبالغة أكيد أغلب زمل المهني هيك بيكون نايم وراسه عم بيحلم ويكوبس بالمواضيع اللي بيكون عم بيتبعها لا ملفات مش كتير كتار ببلادنا لكن كل وقت والتاني بيجي ملف كبير بيعبي كل عقلنا وكل ذكرتنا يعني من 7 أكتوبر لهلا ما في صحفي بالعالم مش بس بلبنان مش مخوا عم بيشتغل 24-24 منصير نحنا جزء من الأحداث حتى وقت اللي نجرب نفصل بفيلم بمسلسل دقيقتين ثلاثة بتلاقي حالك رجأتي لهونيك أو حتى لو عم تحضري هون بيكون ذهنك شغال هونيك هاي دي سوسي هاي دي فيروس بفوت على كل ولاد المهنة ينياله اللي بيقدر يفصل يعني بالعكس بحب اني أفصل لوقت معين بس بتصير بدمنا القصة حسك الصحافة والإعلامة ما بيسمح لك انك تفصل صراحة خلاص بتصير انت وبالذات وقت اللي بتكون ما يخذ الأعلام كقضية مش انه اخده كوظيفة ودوام لا هي قضية انت منتميلة وعم بتتابع كل تفاصيل وبقلب الأعلام شو قضيتك الأساسية؟ شوفي ما بدي قعد احكي كل الشيات للناس لا انا عندي مجموعة ثوابت بنت ميلة وهذه الثوابت بشعر لوحدة مش بحاجة لاني شرج لحتى اكون فيها انا القضية الفلسطينية هي قضيتي الشعب اللي عم ينظلم من اسرائيليين هو قضيتي انا يوم اللي كان الفساد هو العنوان كنت اكتر واحد رايح جاي على العدلية انا بكل مطب بكون هاي المطب نقفي ما بوقف على الحياد لهيك يمكن كنت حضرتك عم بتقولي مثير للجدل ايه انا ما بيخد رميدي بسبعة اكتوبر ستة ونص الصباح بلشت العملية ستة ونص وخمسة لقيت حالة مع الفلسطينية بدون ما فكر يعني وما في حاجة اني فكر بموضوع محاربة الفساد ضغري لقيت حالة مطرح ما اني لازم اني كون باللحظة هي بتفرض حالة وانت بتختار على اساس لا القضية هي قضية الانسان بالدرجة الاولى هيدا الانسان اللي انا بنتميله اللي هو انسان بلادنا لانه البشر مزبوط واحد صح لكن اليوم البشر دول واقليم وقوة انا مش صر انتمي الى محور الممانعة في السياسة لكنني في الملفات الداخلية على مسافة من كل الناس وعلى المستوى الشخصي بدألك بالصدقات يمكن تلاقي اصحابي اكتر اني 14 اذار وهي الشي بطل تصار معروف لانه تركيبتي ما بشوف الخلافات اللبنانية الى طعمي بالامور التفسيرية لا بالامور التفسيرية 8 متل 14 اتنايناتهم تيكون بهمك الانسان يعني اكيد العليقات الانسانية عندك الدرجة الاولى صح بتصيرية اساسية بس الفارق انت كيف بترتب اولوياتك انا بالناس بقلي الاولوية هي بنت اللحظة يعني اليوم شو الملف المطروح بروح بوقف بيخوا ما وقف فيه ليش ننطر الملف طي انطرح ونحن الاعلاميين دورنا انه نحن نروح ننبش يعني كمان مرات ملفة بيطمس ملف مع انه ما بيكون اقل من الاعلامية عنه ليش حلوها السؤال شوفي بالحقيقة فيه هيك مطبخ احنا ما بنشوفه ما بنعرفه وبيطبخ لكل العالم الاحديث البدا تصير وهيضا المطبخ اقوى واسرع واكبر وامكانياته اعلى من انه صحفي او صحفيين يقدروا يسبقون نحن دايما ورا الحدث مش قدامه لانه لو بيصنعوا الحدث انه اكبر مننا بكتير يعني هلا نحن عايشين بجاو طفان الاقصى اي صحفي اليوم فيه يفتح اي ملف ويسمعون الناس غير موضوع طفان الاقصى ب17 تشرين وقت طلعت الانتفاضة ببيروت اي صحفي كان قادر يفتح ملف تاني غير هالملف باربع اه بانفجار المرفأ لاحداث الكبرى تم فجر نحن الاعلاميين غصب عنا من الحقه هلا وقت اللي بيصير فيه سكون او هدوء او طمأنينة او راحة وهذا قليل بتاريخ بلادنا والشرق ايه ساعاتها بيصير عنده هامش الواحد ان هو يفتح ملف ويركد فيه متل ملفات اللي فتحناها ورحنا فيها على المحاكم لكن هيدا بتكون جزء من جو عام نحن اسرى هذا الجو العام باكلنا بلبسنا بحياتنا والكي اختي بتليفوناتنا ما فينا نكون قادة رائع برأيك يعني مثلا اليوم صحيح طفان الاقصى اخذ كل المجال والساحة خلينا نقول بس الفساد عنا بعضه موجود المراكز كلها عم تفضى صار في عنا شغور بالادارات العامة ما عنا رئيس جمهورية اللاجئين ملفه نواصر ما فينا ما نظلنا نحكي فيهم مثلا ونشتغل عليهم صايرة ذكرتنا مثل السمك يعني اخر فايل اخر ملف بفوت بينسا الملف اللي قابلوه وهذا السبب كتير بسيط وسهل اسمه الاولويات يعني اليوم بحياة اللبنانيين والعالم دائما في اولويات كنت بفرنسا من 20 انهار نزلت باوتيل اتفاجأت كل اللي قاعدين بالفندق فندق سياحي مفترض تكونوا حطين اغاني حطين ما بعرف شو وحطين اخبار عن طفال الاقصى ومقصوم الشاشة نصة عالمية صاري اذا واحد بفرنسا قاعد ومهتمها لقد بالقضية كيف نحن ولاد القضية وولاد هيدا الشرق لا الاحداث اليوم تفرض نفسها ونحن كلنا بنلحقها ويلي بيقلك انه انا باخترع الحدث والناس بتمشي وراي بيكون حرام يعني يعني يدحك على حاله ويعني يدحك على الناس او هلأ زيالي صار عندك الجيوش الالكترونية اللي بتمشيك بالحدث كمان اللي بشي هي بتلحق الحدث مش مزبوط لا بس تحط هذا التقل والضغط على تعال نرجع نحن وحضرتك هيك اربعة سنين لورا سبعة عشر تشرين مين اخترعها مين اطلقها بيلك الشعب الناس لا مش مزبوط مش ستة سانتس على الواتساب مين اطلق بكرة بعشر بعد عشر سنة بدي يطلع عكتاب مين عرف مين اطلق بنحكم تفاصيل والدليل صار الدولار ما بعرف وصل مئة الف مئة واربعين الف والناس ما نزلت معناتها السبب ما كان سبب الستة سانتس على الواتساب هيا الحدث اكبر من انه نحن معشر الاعلاميين نعمله نحن منلحقه اجا انفجار اربع عاب وكمان هيدا بدك تلاتين اربعين سنة لتعرف تفاصيل الانفجار الحقيقية الجدية كمان نحن منلحقه فقنا بسبعة اكتوبر على طفان الاقصى كمان نحن منلحقه متكبر ومتعجرف كل واحد بيقول انا اصنع الحدث لا نحن كلنا يعني كلنا منلحق الحدث ومنصير عم نواكب وعم نغطي وعم نلحق حالنا فيه مش صحيح انه نحن منسبقه لهون ولا بالغرب ولا بأي مطرح بالعالم الاحداث الكبرى تفرض بين الدول الكبرى وكل اللاعبين الصغار ومن بينهم الاعلاميين يواكبون تلك الاحداث طيب استيس سلم تقول لي حضرتك ابن القضية الفلسطينية انا عمقول انا اليوم انا عمقول انا ابن القضية الفلسطينية خصوصا بهذا المال طبعا انا بلاحظت 7 اكتوبر بس انه انا بحياة العادية يعني اذا بتنزلي من 7 اكتوبر خدي سنة انه كم تويت عن فلسطين لكن انا صادق كم تويت عن لبنان اكيد رح تكون التغريدات الاطلالات المقالات الجانب اللبناني فيها اكتر لان انا لبناني وعايش في هذا الوعاء اللبناني اكيد بس مش هيدا اللي بدي اسألك انا يحزني انه نحنا بنكون ملكيين اكتر من الملك نحنا بنصير بدنا نحمل قضية فلسطينية هن مختلفين علي وهن مقصومين علي الفلسطينيين اللي ليش نحنا بدنا نبالغ اكتر من الزوم لا مش مزبوط اول شي نحنا مش عم نحكي عن قضية فلسطينية انه مين مع فتح ومين مع حماس ومين مع الجهاد لا نحنا عم نحكي عن قضية الفلسطينية قضية الانسان نحنا عم نحكي عن قضية الفلسطينية قضية يسوع بس الدعم لمن عم بيكون قضية يسوع يلي درب الجلج والسار على ارض فلسطين لا اليوم وقت اللي بنحكي عن القضية الفلسطينية أنا ما عم بحكي بالسياسة وأنا شيريني من 7 أكتوبر قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر عقائديا أنا أختلف مع الأخوان المسلمين وحركة حماس تنتمي إلى حركة الأخوان المسلمين معروف لكن هذه يعني معلق يافطة فيها لكن أنا اليوم أنا مع الطفل الفلسطيني الموجوع تحت الردم وعم بيصرخ أنا مع أطفال مبارح اللي شفتهم بالمستشفيات الخدج البعض الخلقانين جديد يلي نشوهوا على الدخوت وما نقلوه لمستشفى تاني وعفنوا على هذه المستشفيات أنا مع فلسطين يسوع اللي حملوا صليب الخشب ومشوه بدرب الجلجلة لا بس مش هيك بيصير الحال لا القصة حقه باطل وفي تجار للقضية الفلسطينية استثنائية أنا ما قلق إليها فيهم أنا عم بحكي اليوم في حقه باطل أنا اليوم بتجي بصحفي أمريكاني كل يوم بيكون عم بيعمل تويت موقف تعليق يا مع يا ضد كيف أنا اللي موجود على تخوم هذه القضية ونحن جزء منها لألك شيء شو المشروع الإسرائيلي شو مشروع يهودية الدولة اللي طلع بالألفين وعشرة كتير سهل طلع رئيس حكومة العدو بالعقبي بالأردن وأنا دايماً بذكر فيها القصة لأنه مفصلية قال لقد أنا أوان يهودية الدولة وولعد الربيع العربي أصلاً تصريحاتهم هلأ دينية أكتر مننا سياسية كتير سهل يهودية الدولة أنه خي هو الموجودين بغزة الناس تتفشهم على سيناء والموجودين بالضفة تتفشهم على الأردن والموجودين بالجليل تتفشهم على لبنان وعالجولان بسوريا ها هي يعني إذا كنا عم نحكي عن الطوطين السوري عنا طوطين فلسطيني سابق ولاحق وهلأ كوني أكيد لو الفلسطيني خسروا الحرب كنتي رح تشوفي موجة طوطين جديدة مش بس عم نحكي باللي راح لا باللي جاي ونحنا معنا هلأ دولة الحمد لله هلأ انتصروا الفلسطيني وبعد شوية منحكي كيف وقال للمشروع كان هو مشروع تهجيرهم وراح كون مواضح معك الحركة اللي صارت بالجولان بسوريا كانت مقدمة لضم دروز الجولان مع دروز الجليل لتكوين دولة درزية ولدفش الفلسطينيين في الجليل باتجاه لبنان وفلسطينية تضف على الأردن وفلسطينية غزة على سيناء وأن تصبح إسرائيل دولة يهودية فقط لغير اليوم في مسيحية في سنة في دروز حاملين الهوية الإسرائيلية الباسبور الإسرائيلي اللي بنسميهن بين هلالين عرب 48 هو اللي عم ينقلون كمان إنتوا بدكن تطلعوا برا لا المشروع نحن معنيين فيه مش بس على مستوى القيمي والإنساني والأخلاقي والشعور يعني نحن عندنا أولاد ما بنشوف أولاد هالناس كيف عم يتقتلوا لا حتى على مستوى المصلحة اللبنانية قلنا مصلحة الفلسطينية يبقوا بأردن ومش بس هك والفلسطيني اللي عنا يرجعوا على أردن طيب مصلحتنا يبقوا بأردن وحق العودة طبعا نحن رفعينه دايما بس ما عنا أساليب تاني نحن غير أنه نتورط بالحرم لكي شوفي هيدا النقاش طويل وكتير سهل أن أسس له عميد أولا اللي شاف وأنا بخبرك وأكيد أنت بتعرفيهون كتير ناس أصحابنا ما بيحبوا حزب الله بيقولولك بعد اللي شفنات طريقة الإسرائيلية كيف عم يتصرفوا مع الفلسطينية لأ صرنا عم نشعر بمطرح أنه هيدا الكلب الشرس وبيعتذر من الكلاب لأنه لا في كلاب يمكن أحسن من بعض البني قدمين أنه خي هيدا الوحش الشرس الإسرائيلي أنت بحاجة لتحط صد مشانه شوفي ستن حزب الله اللي عمله بجنوب أول شي عمله من كيسه مش من كيس اللبنانية يعني اللي استشهدوا أنه أولاد حزب الله ومن ضمنهم عباس ابن رئيس كتلة وفاق للمقاومة محمد راعد واحد حزب الله عمل معيار كتير سهل أنه أنا بدي شارك بالحرب لسببين أول شي لأنصر فلسطيني صاح بس ما حدا بيحكي عن السبب الثاني لأمنه على الحرب تجي عن لبنان للمال إسرائيلي يفكر بلحظة أنه هلأ إجا الوقت افتح كل الجبهات الحرب مش رح تجي عن لبنان إذا هو ما حركش لا هذا حكي مش مقبول كيف حكي مش مقبول لقلك لا شوفي مسئبين منتابع بناسبون ليش هلأ الإسرائيلية أنه يفتحوا جبهة لبنان بقوة طيب رح جيوبك ما هو أعلانات حزب الله أنه عم بيفتحوا جبهة الجنوب لحتى يخففوا الضغط عن غزة رح جيوبك بالمعلومة مش بالتحليل تفضل أولا بالصحف العبرية وموجودة الإسرائيلي من أول يوم طلع يقول في إنا مصلحة بفتح جبهة الشمال خاصة مع وجود البوارج الأمريكية شو بدي بالأعلام الوسطاء اللي عم يحكم على الأمريكيين من اللبنانيين تحت الهواء بسميلي كني لو مستأذنوا بسميهم فوق الهواء كانوا عم نقلوا رسائل أنه الأمريكي عم بيقول نتنياهو يريد أن يجرنا إلى حرب مع لبنان ووجودنا في البحر ليس من أجل القتال بل من أجل منع القتال رح يرجع عيد الأمريكي بلغ مسؤولين لبنانيين أن نتنياهو يريد جر الأمريكيين وإسرائيل إلى حرب مع لبنان وهدف الأساطيل البحرية الأمريكية ليس القتال مع حزب الله بل منع القتال بين الإسرائيليين وحزب الله الفرنسيين وقت اللي بعثوا وزير الدفاع يجع حكي بذات الرسالة أنه الإسرائيلي تحديدا نتنياهو عنده رغبة بهذه الحرب واليوم موجود الغرب ليمنع هذه الحرب ما تعطوا الحجة حزب الله اشتغل عم عيارين يترك اللبنانيين يعيشوا حياة طبعية والدليل هي أنا بجونيا عايشين حياة طبعية هالخمسين النهار وبذات الوقت يكون موجود على الجبهة ليقلوا للإسرائيلي لقد خسرتها عنصر مباغتي تعرفي ليش الفلسطينيين قدروا عملوا اللي عملوا بسبعة شهر يعني هلأ حماس إذا بكرا الصبح بتعمل ذات الشيء تظبط شيء برأيك يعني هلأ إذا بكرا بدون يعملوا اللي عملوا بسبعة شهر طبعا لا ما بتظبط عنصر مباغتي خسروا الإسرائيلي طلعت على الجبهة نشرت فرقة الرضوان نشرت الألوية المقاتلة الكتائب المقاتلة وقلت له للإسرائيلي أنا حاضر على كل المستويات بالمسيرات بالمدفعية بالعبوات بس لو طبقوا السبعتاش في الواحد استسلموا حافظوا عليه ما كان أوفرهم حالة عشارة التيفي ما في يقول شو لازم ينعمل بالألف وسبعمائمية وواحد خليها لشي مطرح تاني ألف وسبعمائمية وواحد بيمسح فيه الواحد ونهيك مطرح لأنه الأربعمية وخمسة وعشرين كيف تنفذ وقبل 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 قرارات الدولية بس ما كان إلوه من الفين وست لليوم لكي ستنا مبارح عملوا قرار مشان موضوع السورية وين صار عملوا قرار مشان موضوع شو بدك قرارات كلها حبر على وراء كبه الناس مما شايفة اللي حضرتك عم بتقوله وشايفة أنه هيبة حزب الله انكسرت من بعد ما قال أنا بدي أقضي على إسرائيل واليوم عمليات قواعد اشتباك أحداث حدودية أو حوادث حدودية الناس هيك شايفة وما بيوفقوك أنه حزب الله يعني منخرت مظبوط بيعتبروا أنه وكأنه في مما قبل حرب غزة حزب الله ليس كما بعدها هادي أحلى قصة ولأكتر الأقل عم بيجارب بس يحافظ على وجوده تما يكون هو ناكست بعد حماس هادي أحلى قصة بتنقال عند رجال كبير كان مع ابنه راكب الرجال الكبير على حمار وابنه جارر للحمار وفاته على ضائعة والناس بتحكي وطلعوا انزال وصلوا على ضائعة أول ضائعة قالوا ليك شو هالزلمة بلأ أخلى تارك ابنه صغير يجر الأحمار وهو قاعد فوق قال له أمي أبني قاعد محلي قاعد فوق نزل وصلوا على تاني ضائعة قالوا ليش هالولد البلأ أخلى تارك بيه يجره وهو راكب على الأحمار نزل ابنه ديناتهم جروا الأحمار وصلوا على تاني ضائعة قالوا شو هالخوت تركين الأحمار لوحدهم هن جرين حالهم عجريون حزب الله صير فيه هيك إذا أخذ لبنانية على حرب كبيرة بيقولوا له روحتنا اقتصادنا ما بيحمل طيب إذا ما أخذ الناس هالحرب الكبيرة بيقولوا آه لكن أنت هالمنطق خايفين وما بدك الحرب وكذا طب إذا عامل شي بالنص بيصير فيه كمان مثل هولتنا ما بيقدر ما يعمل وخلي الجيش يستلم الجيش مين الجيش لبناني على عين الجيش اللبناني نحنا كلنا مؤمنين بهالمؤسسة مين ضعفوا للجيش لا ضعفوا السياسيين اللي قرطوا المصاري واللي خلوه نقطر خيرهم يعني في عسكري لكن دايما بيحكيها لهذه القصة بتكوني طالع على الدرج أنا صارف معي بتلاقي عسكري طوله مترين ورينجر وعم بيشتغل ووصل إغراض بتنقهري بتزعلي إنه هي عسكري أول شي دولة مدربته صار في علا نهايب هي كل شي مجبور يشتغل لحتى يأمن معيشته لا الجيش اللبناني عراسنا أي سياسيين ضعفوا كلهم يعني كلهم بتبلش فيي أنا أنا كلهم لا شو بدي لايكي سيستم لايكي صديقتي هايدي جيبي هلأ هايكي جات مبروم وعاء كبه فيه ماي بتروح مستطيل شي نا بتروح هيدا النظام فاسد إذا بيك بيك طيب الله يطول بعمره بيك وبيه هلأ يعملوا وزراء بعض جمعتين بصيروا فزدين ما بظن بلق لق أنا عم بخبرك تعرفي ليه في نشانة بناعة لأنك شو بيعمل بيجي لينضي لمعاملة بيصير المدير العام عرقله ما فيك تسمي وزراء قطعوا وتعاقبوا مفسدوا يا أستي السالم بلا انت أكتر من مرة مسمي وزراء مفسدوا رايح فيه أنا على المحكمة ورئيس وزرارتي أنا هيدا اللي قاعد أطول واحد بالجمهورية رايح فيه أنا على المحكمة مرتين لا مش هيك أنا آخر واحد بنحك عن الجراء مين مشغلوا السيستم النظام أنا عبقلك النظام جيبي بيه يعني معه حق الرئيس عون لازم نغير المنظومة الفاسدة لا لازم نغير النظام مش المنظومة لازم هاء اتفاق الطائف نعمل فيه متى 1701 نخزقه نخزقه ونمسح فيه هونيك مطرح ونجي نكتب نظام جديد نجي بدكاتر من الجامعة اللبنانية والياسوعية والأنتونية بهذا الانقسام والفرز السياسي بدك تكتب نظام جديد ما هي هال مشكلة إنه بدك مئة ألف قتيل أي نظام بده يكون يلبق للبنان برأيك نظام علماني ديمقراطي لا مركزية إدارية مالية موسعة شوفي شو عمقلك ها أنا لا مركزية إدارية مالية موسعة نظام ديمقراطي لأساس فيه الانتخابات على مستوى البلديات والمحافظات إذا ما فيه سيادة بالبلد ما بيمشي لحال كمان هاي دي ولمركزية الإدارية ما بتوقف تهريب استرسل شوف اللي صار ما بتوقف اللي صار هون بأرمينيا وأزربيجان كيف فاتوا الأزربيجان شايلوا الأرمن من أرضهم شايلوا 150 ألف نقادم ساعة اللي عم بصير كل يوم بفلسطين اللي عم بصير بأوكرانيا وروسيا بيخلي تعريف مفهوم السيادة على البارد يعني يشيل الواحد حساسيته الداخلية بحاجة لإعادة نظر يعني اليوم مش حالة استثنائية لبنان إنه عنا دولة وجيش ومقاومة لا فيك تطلع حوليك كل هالعالم كيف صاير لا منه صحيح لا مش هيك العالم تغير كل العالم مفي حدوده السيادة شو صار مفهوم السيادة هيك تعيش مرة نعمل حلقة هيك عرواء بتحضير من 1920 أعلان دولة لبنان الكبير لاحد هلا نشوف كيف كل مرة كان تعريف السيادة مرة تعريف السيادة مرة تعريف السيادة مسموح نتخلى عنها ما رح نوصل لها مطرة يعني أزالنا وياك نقشنا بهالفكرة عشر سنين على هوا واستأذلنا لأبونا وفتح لنا هوا شو اللي بيمنع بدنا ندور شوفي بدنا ندور على مساحة مشترك يعني اليوم أنا عم بحضر بتاع زاية ابنه للناي محمد رعد وشفت هالنواب اللي هن معارضين لحزب الله عم بيقطعوا قلت الحمد لله هيدا لبنان يعني هاي السقافة اللبنانية نحنا في مطرح مشترك من اللي مش قبلاني لقيت تاني بنص الطريق لا بنلاقي لكن المشكلة من بره مش من جوه شوفي وقت اللي بره بالدوحة صفروا لنا رحنا كلنا لبره وقت بالطائف تبقى بالطائف كان فيه متين وخمسين ألف بين ضحي ومخطوف وراحوا وقعدوا كلهم على الطاولة طيب ما أول حكومة ركب فيها الدكتور جعجع وركبوا فيها أمل وركبوا فيها الاشتراكية ما هيك ركبوا فيها الاشتراكية ما هيك ركبوا فيها الناس فيها لا لعبة ما نظلم حانا لبنان كيان صغير 10452 نحن منشوفهم قد الدنيا نعم بس إن بالحقيقة كيان صغير عاجز على أن يقرر أمره بنفسه دائما بحاجة لتدخل خارجي إذا بدنا نضل نناقش بس مش هيدا إذا بدنا نضل نناقش بشو نحنا مختلفين فينا نضل نناقش متل ما نناقشوا بجنس الملائكة وفاة تهرط الأمبراطورية بشناك سألتك مين اللي مش عم بيلاقي مين مين الأكتر بتحمل المسئولية مش عم بيلاقي التاني بنص الطريق هيك الأولويات بصراحة الأولويات يعني مش أولوية نحنا عند العالم يعني كانت العالم الحرب روسية ونرجع للي بلشنا فيه بالحلقة الشاشة كانت روسية أوكرانيا كل ما حكي حدا ملف لبنان مش وقته إجا ملف هلأ فلسطين وإسرائيلية كمان هلأ مش وقته نحنا دائما قصة قصة أولوية نحنا هلأ مش أولوية الغرب مع أي أخوة أمر واقع بيتعامل مع البنان لكن الغرب أنا رأيي بعد اللي عم بيصير مبسوط بهذه الحكومة الحكومة نجيب مئاتي وفي قصة بالإنجيل اللي حكيناها مرة بحلقة دائما لازم نذكر فيها وهلأ عشارة تي في بيصير تذكير أحلى القصة اللي بتحكي عن الراعي اللي ضيع خروف ترك التسعة وتسعين وقاعد يركب وراء الخروف نحنا ضيعنا رئيس الجمهورية تهر كل المؤسسات الدولة أنا أناعتي باللي شايفه بكل شجاعة وجرأة العالم بدأ يتعود على فكرة أن لبنان من دون رأس مسيحي العالم شو يعني؟ العالم بدأ يتعود على فكرة أن لبنان يستطيع أن يعيش من دون رأس مسيحي واليوم كل العالم عم يتعطى محكومة مئاتي كأن حكومة أمر واقع قادرة تسير الأمور وستسير الأمور وما حدا مستعجل على رئاسة الجمهورية لا بره ولا جوه يعني ممكن من دون تغيير النظام تتغير الأعراف؟ لا هلأ شوفي بيكون من حظ المسيحية لأن السلطة اليوم فعليا عند رئيس الحكومة يمنع عند إن رئيس مجلس النواب مسائب الرئيس نبيه بري هو الرئيس بري اكس لارج كبر الكرسة بس كرسة شو رئيس مجلس النواب بدأ على العطة وبحط اقتراحات الأوانين وبيفتح الجلس ويسكر الجلس يعني على الورق لا ما هلأ عم قولوا على الورق يعني إذا بتجيب شو صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بيطلع رئيس الحكومة الأول ورئيس الجمهورية الثانية ورئيس مجلس النواب الثالث كالصلاحية لكن قدرت الرئيس بري وقوته وحنكته ولعبته هي كبرت الموقع رئيس الجمهورية اليوم ما حدا الناس يخوف المسيحية إذا راح المنصب لا بسوا هالمنصب قيمته النصورة عن لبنان في رئيس واحد العالم العربي مسيحي هو الرئيس اللبنان لأن أصدق تقول أن رئيس الجمهورية لا صلاحية ولا شي صورة ولا أكتب للأقل للأسف اتفاق الطائف سحب الصلاحية من رئيس الجمهورية وعطلوا إياها والدليل هي نعيشين من دون رئيس جمهورية بينما كان لازم يصير مثلا مثل بالعراق 30 نهار معه مجلس النواب ليسمي رئيس حكومة رئيس الحكومة معه 30 نهار لحتى يشكل حكومته نحن بحاجة لنقول 30 نهار مجلس النواب ينتخب رئيس جمهورية 30 نهار رئيس الجمهورية يكون مشكل مع رئيس الحكومة لحكومة المشكلة الأساسية في النظام اللبناني الطائفة المشكلة الأساسية في النظام اللبناني اللي ضيع الصلاحية واللي اخترع شيء غريب عجيب الديمقراطية توافقية أنا ضد الديمقراطية أختيكوني على الغداء إذا عم يتغدوا عشرة وكل واحد بده يأكل الشكل بتطلع الناس بلا أكل في واحد بده يقرر يعزم طلع الأكل طيب بتحمل أول مسؤولية نحن بحاجة لنعدلها الدستور خلي نحطه عند رئيس حكومة وخلي يكون منيقواب سنتين أرتودوكسي وكوتالي ولي بده يكون محصور بالموارن والسنة والشيعة وخلي العلوية وخلي البروتستان وخلي الأرمان خلي كل الناس تمروا عليه نحن بحاجة لتعديل النظام وقال لميما أجأ قاعد على الكرسي رح يبقى عم بجادة المطرح استي سالم زهران بده نروح على فاصل بس قبل الفاصل السؤال بده أسألك وتجهبني بعد الوقفة شو حقيقة العروض اللي عم تتقدم لحزب الله فعلا تحتى يهدي جبهة الجنوب وإذا في عروض شو هي بعد الفاصل وسهدينا فاصل وبتابع حلقتها مع رئيس مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران بجد التحية اللي عم بتابعو تشاريتي تيفي برنامج بلهوية وبجد التحية لضيفة بالستوديو رئيس مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك وهالبرنامج بهوية ومكتر مش بلا هوية لا بهوية فيه إذا بدك لعب على الكلام تحتى نقول أنه نحن شو ما صار فيه انتماء واحد فيه هوية وحدة ما فينا إلا ما نرجع نلقيها بشي مطرح للهوية أكيد أكيد لأن احنا فيها نحن فيها نحن بنشوف الاختلاف لأنها طبيعة النفس البشرية الناس ما بيدوروا على الشيء المشترك بين بعضهم إذا تنالي التأيوا بالطريق حتى الإخوة التوقع ما بيشوفوا شو فيه بيشبهوا بعض دوروا إذا فيش شغلي ما بيشبهوا بعضهم نفس بشرية كيف إذا كان لبناني هيدا بيجي مع دبس الرماني تجي كروماكس يعني استيستاني يمكن سألتك قبل الفاصل مظبوط في عروض تقدمت من الأمريكيين لحزب الله لحتى يهدي جبهة الجنوب مننا رئيس الجمهورية وحصة وازنة في الوزارة هيدا بي إنجيل لوكا هلأ بيصلح لأبونا شاربل شي بيقول فما من سر لا يكشف فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف فما من مستور لن يكشف ولا من سر لا يعرف فما في سر رح يتخبى بس أنا ما بعتقد بمعلوماتي هلأ إذا في شي سر مخبى يبين بعدين ما بعرف لا أنا اللي بعرفه إنه الرسائل اللي وصلت من الأمريكيين لحزب الله عبر أكتر من وسيط هي دحرجت بالأول بسبعة الشهر بن عشية بعتوا رسائل وقالوا فيها وهي الرسائل بطلت سر يعني الرئيس بره كان واحد من اللي عم بلتقي وفيه الأمريكان السفير مضبط على العلن يعني نجيب مئاتي دولة الرئيس الياسبو صعب وكتار كانوا عيد الخط أول رسائل كانت إياه وحزب الله أن يتدخل رد حزب الله ساعة سبعة ونص عبكرة بتماني شهر وتشارك رجعت إجت رسائل إياكم أن تتورطوا أكثر غمع حزب الله قام إجا هوكشتين عمل رسائل لا مختلفة بتقول شي بيشبه لحضرتك قلتيه بس مش دقيق أنه لا نحن بحاجة للطمأنين ورح نلجم الإسرائيلي وذكرنا بالحلقة ولهيك حزب الله شارك بالهدنة بغزة كان جزء أيضا من هذه الاتصالات اللي عملها هوكشتين وغيره العلاقة في هذه الهدنة باختصار رسائل الأمريكيين إلى حزب الله في معلوماتي لم تتضمن أي عرض رئاسي والدليل أن المبعوث الفرنسي الموجود اليوم عم يحكي بالخيار التالت هذا خيار التالت ما بدو إياه حزب الله يعني اليوم بطل سر قبل الحلقة الدكتور جعجة عبر علنا وكل التأيو بوزير خارجي الفرنسي السابق نقلوا ثلاث رسائل الرسائل الأولى الخيار التالت الرئاسي وبالتالي مستحيح أن الأمريكيين عطيوا عرض لو الأمريكيين عطيوا عرض ما كان عم يحكي بالخيار التالت بس الفرنسي ما قفوا ضعيف أصلا بكل هذه المقاولات يعني الأمريكي الفرنسي جاي يجرب يعني بيقدر يلعب لوحده ويكون الأمريكي عنده أنا برأيي الفرنسي عنده بس نقطة وحدة هلأ هي وجود المبعوث الفرنسي وزير الخارجي السابق بالرياض كونه مسؤول عن مشروع العلا نعم محمد بن سلمان لأنه أنا فهمت ما تأكد من المعلومات أنه لتقى فيه بشكل شخصي باعتقد الفرنسي هاي المرة جايب معه نقطة زيادة أنه حامل موقف السعودي ضمني لكن أنا مش شايف أنه الرسالة اللي جايبة الفرنسي رح تطلع بنتيجة الجمعة رح يعمل مؤتمر صحفي وزير الخارجي الفرنسي السابق مثل ما بيقول المسأة اللبنانية تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي ليش هالفشل فشل لأنه أول شي فرنسا خسرت الدور اليوم المنطقة فيه اتنين عم بيتقاصموا الدور فيها ببلادنا الأمريكاني والإيراني كل صراحة اليوم الفرنسي مش لعب هلأ إجاء أخب معه بطريقه الموضوع السعودي لكنه ما أنه لعب اتنين الطريقة اللي تعطى فيها بالأزمة 7 أكتوبر يعني ماكرو وصل أول يوم وزيارته على إسرائيل بشو إجاء قال إنشاء تحالف دولي ضرب حماس الأمريكان قبلو عمه لك ياخي مش هيك عم نحكي رجع لحتي يلمي الشارع الجزائري والمغربي والتونسي الموجود بفرنسا وفرنسا بين هلالين بين 25% 30% صاروا إسلام من سكان فرنسا ومع يعنيه الإسلام السياسي طلع لحد يصلح الغزة وما يرتكب من جرائم زعل مع نتاني طلع زعلان من هون ومش رضين عنه من هونيك وبالتالي الدور الفرنسي اليوم مفقود بمالي بإفريقيا بالعمق الفرنسي مفقود بسير اليوم مفقود مطرح من الناس مش بس بيحكوا فرنساوي كانوا لحد مبارح حاملين بسبورات فرنساوية وبالتالي الفرنسي اللي مش قادر يكون بإفريقيا عنده حضور صعب كتير يكون عنده حضور بلبنان النفوس في لبنان يقرر عبر عدة مسارات المصار الأول مصار طائفة يعني العلاقة بين السعودية وجماعتنا السنة هي علاقة سنية العلاقة بين إيران وحزب الله وحركة أمل هي علاقة شيعية صحيح العلاقة بين الفاتيكان والرعية المسيحية في لبنان هي علاقة دينية ولو أنها بتختلف عن العلاقات الأخرى صح بس بالآخر هي يعني علاقة طائفية طائفية في النمط الثاني هو التراشراش تراشراش يعني المصاري الفلوس بتجي دول طال عمرك ع طريقة القطرية شرف 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 هيك صار اتفاق الدوعة هي الشنطة اللي بتجي بس هلأ بطلت الظروف متل قبل تغيرت كتير لا لا في دول بعد بعد في تراشراش في تراشراش ما هو الحكم بقصة رئيسة الجمهورية من القطرية مين عم يجربوا يشتروا هلأ؟ بيشترواهم بالجملة بالآخر مش هلأ ما هو في تلك في الحقيقة فعندك ناس مبدئيين عندك نواب ما بيغيروا مش بس مبدئيين مش بحاجة معهم طيب معهم في ناس معهم بس في ناس نطرين لا أنا عناب خبري يعني بيلعبوا على بيضة الأبان بالدفع؟ في ناس نطرين القبض بانتخابات رئيسة الجمهورية نواب معروفين يعني من النواب الجدد مثلا؟ لك أي شي جديد وشي قديم جديد نطرين يشوفوا التسعيرة بالآخر ألا أكلوا الضرب الهيئة أنه ما في تسعيرة يعني بالانتخابات بي سي آي هي أنه يسكروا الأسنادي هذا المجلس لن ينتخب رئيسة الجمهورية ولن يشرق أي قانون له علاقة والخطة المالية والاقتصادية تذكريني ممكن حضرتك شو يعني سأقولوا هيدا أخوت هلأ كل وقت يقولوا لأ هلأ جاي موجة جديدة أنه بعد رأس السنة بعد رأس السنة في رئيسة الجمهورية نحن منصلي منتمنى بس ما غيرتك شايف في رئيسة الجمهورية في القريب لا ما شايف فيك لأنه حجم التوازنات واللعبة مش هيك اللقاء السعودي الفرنساوي اللي حصل مؤخرا بين وزير خارجي الفرنساوي ألكن مسمر لا اتفقوا على اسم قائد الجيش اتنين هون واجا حاملوا وهيدا الاسم اليوم مش سالك لأنه حزب الله مصر على مرشحه سليمان فرنجية طيب مدام حزب الله بس ما سقط هيدا الخيار ليش مصر عليه عندك سقط عنده يمكن ما سقط مش عمقول عندي أنا عمقول أنا كمرشح المعارضة مرشح المولاد سقطوا تطيناتهم مشكلة الأساسية بتركيبة مجلس النواب يعني ورجعنا للنظام اللي كنا عم نحكي عنه عندك بدك تحضر 86 ناية بالجلسة وبدون يضلوا قاعدين على الكراسة وينتخبوا 65 تاني دورة ما هيدا صعب مش رح تصير إلا ب توافق دول كبير يعني يقعدوا يعملوا حل موضوع غزة والاسرائلية وعجنا بطاولة صغيرة يقولوا بدنا نحل الملف اللبناني بدون طاولة بره ما في حل مع أنه يعني إذا بدك أداء المعارضة عم بلبنن شوي مين المعارضة ما في معارضة بلبنان في معارضة مولاد كيف ما في وليش ما صارعنا رئيس لك لا لا هاي ما في مولاد تتسمين مثل ما بدك لا لا في بلبنان شوفي في بلبنان وإلا ما كانوا لحديد هلأ عم بيعرق لوصول مرشح ما حدا قادر ولا مش عادي مسحة ليش حزب الله في وصل سليمان الفرنجية لوحده ما في وصله من أول نهار عم بيقوله وبيعرفها ليش الرئيس ميشيل عون وصل بس بأصوات حزب الله طبعا لا ولا رأى عمل ديل مع سعد الحريري وخيه مع سمير جعجا هيك لا وصل مش هيك وبالتالي حزب الله مرشحه سليمان الفرنجية غير قادر اليوم على إيصاله وهو قادر على أن يمنع أي مرشح آخر أن يصل ومناسبه الفراغ الفريق الثاني هلأ مناسب الفراغ لأنه وسيم منصوري بمصرف لبنان داير مصرف لبنان مثل الرياض سلامي وأحلى شو اسمه المدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري ماشى الأمن العام مثل مكان مش هيك الجيش ماشي مثل مكان المؤسسات الأساسية ما هو فيه عمودان بالبلد الجيش والأجهزة الأمنية والقطاع والمصرف والمال والليرا طبعا إذا هؤل الاثنين ماشيين ما فيتعلنتي خبرة الجمهورية ولهيك كنت عمقول له حضرتك هذا النظام يوما بعد يوم يثبت لنفسه والعالم أنه قادر أن يعيش من دون رأس أنت بتتخيلي شي زومبي هيك ماشي بدون رأس لبنان ماشي بدون رأس لبنان هيك ليه ماشي بدون رأس أنا هو عنده ثلاث روس إذا شلطي رأس فيتنين بيمشي الحال وبالتالي لأ اليوم العالم منو شاعر أنه فيه حاجة ليغير حكومة نجيب مئاتي خاصة أنه هاي الحكومة فيها حزب الله وفيها حصة حتى للأمريكيين داخل الحكومة ومرضي عنا مش شرقهم الغرب رئيس الجمهورية إذا إجا خير وإذا ما إجا خير كمان يعني منو شي ملح وبس يجي عندك الاستحاق المهم اليوم هو قية الجيش بعشرة الشهر ولكن هاي الزيارة نضاف عليها بند جديد وبند قية الجيش ونفس الشربايكة الموجودة برئيس الجمهورية موجودة بقية الجيش طب معقول المسيحيين استسلم منهم نقريين هيدا الشي وعم يتفرجوا بكركة القوى المسيحية الكبرى مش شايفين أنه اليوم العالم عم يتعامل مع لبنان بهيد الصورة حتى يعملوا حركة معينة لك ستناء وحافظوا على إذا بدك ما تبقى لك ستناء وقت لقيل الرئيس بري أن المشكل الجزء منه مسيحي مسيحي زعلو وأنا الوجدين المسيحي بيعني لي يعني عايب أحكي عن حالي بس أنه أنا هاي الوجدين ما يعني لي وأنا أحلى شي تعرف عني كام ببرنامج فورتي وقت لقيلو مسيحي البيئة سنية الهوية شيع الهوى أنا هايك هول ثلاثة بواحد أنا بزعل ما بكم مبسوط أنا بزعل أنه هاي الحضور المسيحي عم يتراجع لأنه هذا البلد الوحيد اللي بعده محافظ بالعالم العربي على وجوده المسيحي لكن الحقيقة جزء من الأزمة هي العلاقة بالمسيحيين يعني دخلك لو القوات والتيار بقيهم كافين بالاتفاق مثل ما حزب الله عامل هو حركة أمل وصديقنا المشترك صديقنا اللدود شار الجبور بتذكر بحلقة موجودة بالأرشيف كانوا بعدهم بوقتها قوعة خيات وكان يلبس أورنج فبقا اللي لجرافات كان عم بيقول أنه نحن هو طبعا والتيار أنه نحن راحين على نموذج بشبه حركة أمل وحزب الله موجودة الأرشيف بتقولهم مش رح فيكم تنجحوا لأنه نموذج حركة أمل وحزب الله نموذج آخر مبني بالدرجة الأولى على التفاني وهذا الأمر للأسف مش بس على التفاني استيسا غير موجود يعني وقت اللي بيقسمه النواب بيجوا بيقولوا حزب الله وحركة الأمل مثل الإخوة اللي بيقسمه نص من نص ما بيقيسوا والله أنا أكتر منك بشوي مش بس على التفاني لما يطلع مسؤول بحزب الله يقول نحن نجبرنا نتحالف مع الفساد لحتى نحمل مقاومة لا هاي شو في تحالف سلاح وفساد عم نروح إذا بتشوف بيئة الحزب وبيئة حركة أمل ما بيطيقوا معه أول شي ما بيطيقوا معه والشي اللي قال هيدا الحكي ما أنه مسؤول بحزب الله هو أحد النواب المستقلين مش صحيح تاني شي العلاقة شوفي وحتى أحد الشيوخ رح تذكر الاسم ستنا ستنا اللي عامل هالعلاقة هي علاقة الدم سيد حسن خيه بحركة أمل خيه من أمه وبيه سيد جهاد بحركة أمل لا العلاقة معقدة أكتر وهكي وليش هلقدي فيه كره ونفور بين الجماهير هيدا عندك لا مش عندي كم ولد عندي منعرفهم كم ولد عندي كم ولد عندي بالبات عندي اتنين جرب غموري واحد وتركي التاني بالزاوية هيدا غيرت الأخوة يعني بتصير أنا عندي ولدين عم بتبسط لا مش عم بسطها بلا عم بتبسطها نحنرجع نعيد الفكرة لو قدروا المسيحيين بحزبينهم لجبار الأساسيين اللي هني ما بيختصروا كل المسيحيين بس إني ما ليش عم قللك خليني كملها لو راحوا وعملوا علاقة أنت بسميتها مسرحية اختي مسرحية واتفقوا مع بعضهم وقالوا نحن كلمة واحدة حتى هاي قبلين فيها طيب ماشي وراحوا سوا ععدوا على الطاولة بيقدر حدا يقولهم لا ما حدا بيقولهم لا المشكلة الأساسي وهذا الاختلاف البسيحي سيدنا البطرة مفترة ديجمع هالسابة وعشرين نائب مارونة يقعدوا على الطاولة ويطلع بكلمة واحدة بردوا عليه ما بيكون مشكلة عند الحزب الله يعني إذا ما ردوا عليه الموارنة عم قولها المشكلة عن الحزب الله بس عم قللك أنه نموزج ما فيك تشبه لأنه مختلف كلية مالكي ما بحب شرحها لهذه القصة بس أنت ضمنا بتعرفي كتير مني أنه في جزء من المشكل هو من ضمن القيادات المسيحية وأنا ما بقول مسيحيين لأن المسيحية هي إيمان روحي ديني ما له علاقة بالعمل السياسي طبعا القيادة تختلف عنه وهذا شيء وهذا شيء تاني لا المشكلة الجزء منه هو عند القيادة المسيحية هلأ بتقليلي ما بيحبوا بعضهم القيادات الإسلامية تحديدا الشيعية ومتفقين مع بعض ما بوافقك بس أنا رح سلم معك بشي بشي موافقك فيه طيب ما عملت هالنموزج وما زبط مع القوات والعونية اختلفوا عمي مدير كازين ولبنان تخيل يا عشو اختلفوا اختلفوا ولا صار فيه انقلاب من فريق على آخر بتجيبهم السباب يحوروا لا لا في أمور واضحة يعني ما لي علاقة بس أنا اللي عم أقوله الفكرة الأساسية هي أنه جزء من المسئولية إلى علاقة عن نظام الطائف اللي شلح المسيحيين الكثير من هذه الصلاحيات وأنا المسلم السني لدي كل الشجاعة عن أقول يجب إعادة الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية المسيحية أو بالنظام الجديد وضع عند رئيس الحكومة والتناوب عليها من قبل كل الطواقف ما ساهمه المسيحيين بهذا الموضوع يعني لو ما كنت عم تنقضيني هل شفتي رجعتي لعنك مش عم نقضة لا إلا كيف عم ساهمه لو صار فيه انتخاب للرئيس قبل ما خلصت المهلة ولو ما صار فيه تعنط من بعض الأفريقاء تحتى يحافظوا على وجودهم بالسلطة باللبنان باللبنان يمكن مرة واحدة ينتخبوا رئيس بذات الوقت يعني أنا عفاوقتي وأنا أكبر منك بشواء اللي منذكرون اللي منذكرون لا أكبر مني بكتير أنا واحدة وعشرين بعد اللي منذكرون نعم الرئيس عون إجا بعد سنتين ونصف فراغ شيك مضبوط رئيس ميشيل سليمان في 11 شهر فراغ مع حكومة تمام بسلام وإنت وماشي يعني بس أيام أبو عبدو كانوا ينتخبوا رئيس جمهورية على الوقت والباقي بس ينتركوا اللبنانية لواحدهم مثل أولاد صغار بالصف بدون معلمة لا نحن اليوم إذا ما صار جد تدخل دول كبير لن ينتخب رئيس الجمهورية ما رح نقدر منتخب طب قلتلي أنه اسم قائد الجيش مش سالك هلأ مش سالك بكرة ما بعرف أقل لو إذا ما أنه سالك برئيس الجمهورية معقول رح يحصل تمديد لألو لكي بصراحة صايرة القصة يعني مثل تكبير راس لا مثل هيك هايدي اللي بنطوا عليها اش بسموه الرصار ترامبونين بتنطهم بتنطفهم عم بتنط الفرق بين رئيس الجمهورية وقية الجيش بالحزورتين أنه صاروا حززير الفرق هو بسيط أنه رئيس الجمهورية فيك ما تنتخبه بأربع سنين قائد الجيش مجبورين بعشرة واحد يحسن الأمر الرئيس بري عطريقته حزف أنه كانوا أربع احتمالات تمديد تعيين قائد الجيش تعيين رئيس أركان درزي ينوب عن قائد الجيش استلام الضابط الأعلى ردبة والأربع احتمالات إجا الرئيس بري حزف احتمال تسليم الضابط الأعلى ردبة وقال نحن أمام خيرين إما التمديد وأما التعيين بس التعيين ما نفهمت إذا عم نحكي عن قائد الجيش ولا عم رئيس أركان كان في جو بصراحة للتمديد وتراجع وللتعيين وتراجع لأن جملة ما بين التعيين ما وقع بفخ معين لا مش هيك الحكي الحكي صار فيه تدخل دولي جدي هو اللي اللي مخلي الأمور تكربه بدون يمددوا لقائد الجيش بدنا نشوف بعشرة شهر شو بدون يصير كان الجو رح يرجع عيد بالتمديد ماشي وتراجع وبالتعيين ماشي وتراجع وهلأ لعشرة شهر رح يكون في عنا تدخل دولي لدول عم الطالب لآخر تكت نعرف شو رح يصير طبعا ودول أخرى بالقلب لا أنا برأيي بدنا ننطر لعشرة شهر لين حسم الموضوع ومنح المرة في مهلة دستورية عشر شهر واضحة واليوم اذا رحتي على التمديد بمجلس النواب رح يجي نواب سنة يقول بدنا نمدد لعماد عسمان ورح يجي لللواء عسمان ورح يجي حدا يقول في مدة عام التمييز كمان قاضي غسان عوائداتي بيطلع يسفن ومددله ورح تبلش تشوفي هتسلي عم تتعبى لهيك بدنا ننطر لعشرة شهر أنا كنت تشوف التخليجي بحلقات سابقة كنت نيمن عميل نحو خيار معين هلأ لأ اليوم كل الخيارات رجع بمحطوطة على الطاولة أو مجلس النواب بيحسم القصة وإذا ما حسن ما بتروح على الحكومة من أجل بحلقة لأيلك استيس سالم قلت أنه التمديد ما رح يصير بمجلس النواب لأن القوات ما بيقبلوا بـ 41 بند هلأ أغير رأيه هكا أني سمعت اليوم نايب سيد الكرم أنه اليوم وكأنه بيلاقوا مخرج لا أنا كمان بحلقة ماضي قلت للرئيس بري عم بيقول للقوات كامتو دادي مش هيك عم بقولوا ممنح دروا المجلس مش شرعي وما قالوا حق شرع عم بقولوا الرئيس بري كامتو دادي نصبتوا لكم الفخ فرح يحطلوا 41 بند ويقولوا نشرفوا على الجلسة إذا وصلوا على الجلسة بيكونوا خسروا كل شي حكيوا قبل مش ضروري بلكي لقيوا مخرج ما في مخرج أنا اليوم كرميل مثل ما بقولوا اللي بيشرب البحر ما بيغصب الساق ما بتعرفي للرئيس بري بهاء أكتر أبدا أكتر مع عقلك بيتخيل رسم لهم الفخ وعم بيقلهم بدكن تعوروا على الجلسة حتى لو راحوا على الجلسة ما فيه اكتراح عنون يمكن يكون فيه ثلاث أربع اكتراحات قوانين بيمشوا بواحد بدمجون برجعون على اللي جان أنا ما بعرف يعني ما كماني عندك أكتر من صيغة يعني اللي فهمته أنا كتلة الاعتدال مقدمة صيغة كتلة القوات بس مثلا تشريع الضرورة بيقبلوا فيه القوات ما قبل لبنان كله يعني كله رهن المصلحة الشخصية وهي أكبر أكبر دليل السياسة فنية يعني إجوا القوات يقولوا أنه لا ما على حق المجلس النوابي شرع هلأ أكرامة قائد الجيش بنشرع بالقلب التيار إجاء اللي حكومي ما قال حق تعين هلأ صار قائد الجيش بيروح بعين يعني دائما القصة إلى علاقة بالمصلحة مش بالدستور مش بالمصلحة هايدي إلى علاقة أنه اليوم ببق عندك فضية الإدارات كلها فضية موائية هلأ أنت عم تبعيني من حازي للقوات هيك انتبهي فكرة حالك على لبنان الحر بالعكس على لبنان الحر أنا بعمل محام الشيطان أكتر بجلدهم أكتر هون عم بعمل محام الشيطان أنت عم تدافع عن القوات ليش مش عم تدافع بس بغياب أنا بدي أدافع عن أنا عم بوصف مش أنا محام الشيطان الواقع لا بين لبنانية ما فيش يطين الواقع هو على الشكل التالي القوات اللبنانية كانوا عم بيقولوا ماما روح المجلس والسماء زرقاء قالوا الرئيس بالري كامتوا دادي مثل ما أنالهم من شهرين شرفوا بكتوا بمجلس وزراء في مشكل بمجلس الوزراء في مشكل كمان لهكي بعتقد اليوم بدنا ننطر عشرة شهر شوفي اللي مخليني يقول بدنا ننطر عشرة شهر بصراحة تدخل الدولين هدا الفرنساوي جاي كيف بدون يفرضوه علينا بدنا نحضره بدنا نحضر الفيلم فيه فيلم بدنا ننطره كان مرسوم بشي وتغير شي تاني هلأ بيجي واحد تافه بس المخرج زيته بيجي واحد تافه بيقول انه وله كانوا بدون يعملوا كذا بس لانه مدري شو كذا تغير كذا لا مش بزبوط الحقيقة كانوا راحين ينفزوا واجهر قرار الدول لانه واقفوا وهي الحقيقة ما بنعرف شو الاسباب لا الاسباب واضحة ان يبقى العماجه زي فعون في السبق الرئاسي لانه بيعتقدوا هني اذا طلع من ايات الجيش مزبوط ما بيتغير شي يعني بالحالتين بدوا تعديل دستوري بس الوهج بخف هيدا اللي مش مسمو كيف علاقتك باية الجيش انا الجيش على راسي من فوق انا اختمت بالجيش بيقولوا انه علاقتك بالايادي السابقة كانت احلى اي لانه كانت شخصية وصارت احلى بعد ما طلع انا بحبه للمسؤول بس يطلع يعني قائد الجيش بيصير صاحبنا بس يترك لانه هو باية الجيش بيكونوا بتعرفي اكتار صحابه اكتار صحابه ابدأ ابدأ يعني الوقت عم يخلصه لا لكن لكن بهذا البلد الاعلامي عم بحط حاله مع احترامنا لكل الناس عم بحط حاله بمطرح اساسي بالتركيبة محمد حسنين هيكل استاذنا كلنا الله يرحمه كان يقول فيه وزير سابق فيه رئيس سابق فيه علامي سابق ما فيه بيصير قائد الجيش سابق وبيصير كلهم بيصيروا سابقين إلا الرئيس بري إلا الرئيس بري أكيد وبالتالي يعني بيبقى الصحف في صحف الله يطول بعمر عباليش سامونا السلطة الرابعة مش عباليش سامونا السلطة الرابعة لا النقيبنا محمد بعلبك يا الله يرحمه كان يقول الاعلام ليس السلطة الرابعة الاعلام احد السلطات الاربعة يستطيع ان يكون تارة السلطة الاولى وتارة الثانية في الثالث في الرابعة نحن بإيدنا نطلعوا على الأول ونحن بإيدنا ننزلوا على الرابع وبكثير محلات عم بيتحول الأعلام للسلطة الأولى وإنت كثير بتعرفي منيح بيكون في وزراء ونواب قاعدين على الشاشات عم بيصلوا ويضووا شموع لحتى هالشاشة ما تشيل لاش ملف صح لا الأعلام في لبنان في لازم يدفعوا حتى يسكتوا بالقلب الأعلام في لبنان كما قال النقيب السابق محمد بعلبكر رحمة الله عليه ليس السلطة الرابعة بل هو أحد أو أحد السلطات الأربعة كيف بتجيب معلوماتك؟ بعلاقاتك؟ أو لا؟ بعدنا عم نقول لك فما من مستور لن يكشف لا بس كمانا في ناس بعلاقاتك في ناس مرات بتدفع المعلومات مش قلت أنا معي أدفع لا مش لا بتبصير ولا بتدفع هي بتصير بالعلاقات أكيد ما هو الصحفي بلا علاقات مش لازم يشتغل أنا بذكر رحنا على معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بالألفين شفي أذا التسعة وتسعين أو الألفين بوقتها وصلت رئيس تحرير الأهرام يمكن بوقتها كان أسامة سرايا يمكن قال الصحفي هو بالأجندة ما كان فيه آيفون شيل الأجندة من قال هايدي قديش أنت عندك أرقام على أجندة عندك قديش أنت صحفي لأن أنت بحاجة تدق لرأة تخب معلومة أو تأكب من معلومة اليوم تغيرت بحاجة الأجندة اليوم هالتليفون هيدا الأجندة الحديث معك شايق وممتع جدا استيسسالم زهران شكرا لحديث بس بدي أخطو معك بفكرة هيك بعرف أنه كنت عم تقلي عن وجدان المسيحة اللي بيعنيلك نحن فيتين بكرة بعد بكرة على شهر أعياد مسيحية بامتياز شو بتعني لك هيد الأعيان؟ أول شيء قبل الحلقة هلأ ابني صغير نام كنا عم ينقى علي بدي يركب شجرة العيد فبكرة بحضروا الإعادة وبعدوا أنه ثلاثة أيام بتركب الشجرة تركب الشجرة لأ بارح كنا عنا صحفي فرنساوي كنا عم نحكي عن هاي الفكرة كنا عم نقل له أنه لبنان هو مثل ما قال البابا يوحنى رسالة مش وطن وهذه الرسالة مثل ما قال السيب موسى الصدر كطائر يحلق بجنحي المسلم والمسيحي وهذا مش شعر ما بتلاقي شي للي لبنان على جنب بأي دولة بالعالم مسلمين إلا قلة بحطوا شجرة العيد وبيعنيلهم العيد وبيهدوا بعضهم وبينتذروا العيد وبيهدوا بعضهم وكمال الصغير كان عم شارطني على هديه لا ما أنسا فمش ناسا نحنا سقفتنا هايدي سقفتنا حياتنا إسلامنا مختلف مسيحيتنا مختلفة نعم بكل شجاعة نحن في لبنان إسلامنا مختلف مسيحيتنا مختلفة لأننا أخذنا من بعضنا البعض وهناك المئات الألاف من المجلدات والقصائد الشعرية والنصوص النترية التي تتحدث عن هذا الطلاق ولعل كتاب أنطونس عادي الإسلام في رسلتين المسيحية والمحمدية من أكثر الكتب التي قاربت الإسلام والمسيحية في العمق وأخذت من الإنجلي والقرآني ما يجمع وهلأ إذا تحب نعمل مجهود بحلقة في يجيب لك مئات الآيات الكرآنية والإنجلية التي تكاد تكون نسخة طبق الأصل عن بعض البعض النظرة إلى الإنسان واحدة لأن الرب واحد أنا هلأ عم بعمل بحث عن محاور الالتقاء بين المسيحية والإسلام بالعكس وليزم إذا بدي عمل دراسة لواحد يشوف أني عشو مختلفين هذا ملك الحبشي وقت اللي راح رسول الأكرام بعث له رسول أكرام محمد بعث له مرسال قال له خبرني عن دينك خبروا 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 معروف القصة ملك الحبشي كان مسيحي رسم خيط هكي خط على الأرض وقال له لا يفرقنا إلا خطهم واحد نحن مختلفين على نقطة واحدة لأنه عملت أنت الماضي محاور الافتراق أكثر من نقطة يعني لا نقطة مركزية والباقي كله نقطة سنوية بس إذا بدك تروح على أخلاقيات المؤمن مشتركة كلها بدك تروح على لكن شو هني الوصايا العشر لا تسرق لا تزني لا لا هني هولي الفلسفة الدينية الإسلامية لا الله واحد اخترنا طريقين موصل لعنده اثنيناتنا راح نوصل نيناتنا راح نوصل الإيمان في عمقه الإسلامي والمسيحي واحد أنا أؤمن وأعيد وأكرر أن هذا لبنان لا يستطيع أن يكون إلا لبنانا مسيحيا مسلما بل أنا أؤمن أن في كل مسلم لبناني مسيحي صغير وفي كل مسيحي مسلم صغير شوفي المسيحيين بالغرب والمسيحيين بالشرق وبالبنان العذاب مش مثل بعض تعاطي مع الأولاب مش مثل بعض تشعري بكتير من العادات اللي هي عادات إسلامية بالتعاطي بكتير محلات وبالقلب بتلاقي أنت هذا المسلم اللي بيزين شجرة العيد واللي ابنه بيقله شرف جيب لي هدية ما توغزيني بهالكلمة أنا ابن صغير بالسيدة وبتحكم بقلب يسوع يعني هذا هذا لبنان هذه ما بتشوفيها بغرب مطارع أكيد بحبه أنا مأكد أنه بيحبني ولو ما بيحبني ما كنت هون على كل حال روح الله يشتغل بالبشرية كله على اختلاف الأديان بطريقة أنت ما منعرفها شوفي يسوع قبل ما يكون سواء عندنا كمسلمين بشر أو عند المسيحيين إله أو نصف إله يسوع كان فكرة وهذه الفكرة بكلمة هي المحبة بس تحب الخير لكل الناس بيكون أنت بتحب يسوع وبالقلب بيكون يسوع بيحبك وبس أنت بطبعك تكون بغيض وبتكره كل الناس كون أكيد راح تكون أبعب ما يكون عن يسوع لا يمكن أن يكون إنسانا مسيحيا ومبغضا هذا ليس رأيي الشخصي بدك تشبه المسيح هذا ما جاء في الإنجيل وبالقلب لا تستطيع أن تكون مسلما وهي جاي من السلام وأن تكون بطبعك عدوانيا مبغضا حقودا ولهيك قال له ربنا ولو كنت غليزا فز القلبي لنفض من حولك يعني بدأت تكون رئي بالخلاصة يسوع ومحمد هما طريقان يوصلان بالبشرية إلى واحد هو الرب من من يختار أن يصل إلى الرب عبر الطريق المحمدي ومن من يختار أن يصل على الطريق المسيح لكن علينا دائما أن نتذكر أننا في لبنان مسلمين ومسيحيين في كل واحد مننا جزء من الآخر أنا أشعر أن في داخلي يسكن يسوع وأنا متأكد أن قيم الشهامة والنخوة والمروءة الموجودة في الدين المحمدي موجودة داخل كل مسيحي مشرقي لبناني أنا كل حالة بدي أكد لك مثل ما قلت أنه بتحسي يسوع بيحبك أنا بدي أكد لك أنه بيحبك لأنه المسيح جاء الجميع من دون تمييز ما كان جابني لهم أكيد بيحبك كان فركشني على الدورة والخلاص للجميع طبعا إجع من شان الكل بالنهاية وميز بين حدا والتاني أستاذ سيليم زهران أشارك كثير على هالحلقة شكرا لك شكرا لأبونا شربل اللي هو كان السبب الأساسي لهالدعوة شكرا للرب الذي شاء أن نكون أن نجمعنا ولو أراد أن لا نكون يمكن كانت قلبت فيه السيارة على الدورة الله رايد أنه نوصل والله رايد أنه نحكي نطلع بهالحلقة نحن نختلف كثير بكثير محلات هذه طبيعتنا البشرية طبيعتنا اللبنانية لكن في الصميم مصلحتنا واحدة وقت الانفجر أربع عاب شزوا كل المسلمين وقت اللي بتجي عصفي بتضرب كل المسلمين والمسيحيين وقت اللي بتجي عاصفي بتضربنا مسلمين ومسيحيين الاختلاف في لبنان لا يجب أن يكون بين مسلما ومسيحيا بل يجب أن يكون اختلاف سياسي فقط لا غير وحتى إن شاء الله بالسياسة الخيارات السياسية والخيارات السا一些 في أمريكا فيه ديمقراطي وجمهوري يقبر بعضهم يعني عادة هي لعبة سياسية لكن فيه جوهر فيه جوهر هذا البلد رسالة كما قال البابا يوحنا ويجب أن يبقى رسالة ولازم يبقى رسالة هذا البلد الوحيد اللي بتلاقي محمد مسلم مثله ابنه مدرسة مسيحية وبالقلب هذا مش موجود هذه هي الرسالة الرسالة يعني الفرادة الرسالة يعني الفرادة ونحن لدينا فرادة علينا أن نحافظ عليها الله يسمع منك شكرا كتير لك على حضورك معنا اليوم مشاهدين أبدأ أشكركم على متابعتكم حلقة اليوم برنامج بلا هوية بلتقيكم أسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر